اشتركوا في القناة تصريح ترخيص المنشأة توسيق العقود في شرق قاري وبطاقة التأمينات خمس حاجات دولة ان انا المفروض اكون موجودين معايا عشان اي باخد المشروع بتاعي واخد صفة ايه قانونية تمام النهاردة بقى ان شاء الله هنبدأ في موضوع تاني خالص الوحدة الرابعة اللي هي تمويل المشروعات الزراعية تمويل المشروعات الزراعية تمويل فلوس هصرف عليها الزر هصرف عليها الزر طبعا التمويل ده يعني اعتبر مش هقول لك نمرة واحد يعني هو من ضمن العناصر الاساسية في اي منشأة لان لو ما فيش تمويل ما فيش مشروع هيتم ما فيش تمويل ما فيش مشروع هيتم لابد اي مشروع لازم له تمويل جيب منه خمات معدات اهلات اجور ما كان اعمل فيه المشروع بتاعي اي عاجة بايه لازم موجود ايه التمويل تعالوا ندخل على الوحدة بتاعتنا ونشوف التمويل ده بتكلم عن ايه ايه اهمية طلب التمويل ايه اهمية طلب التمويل قال لك يتحدد قرار الاقراض في ضوء جدارة الطالب القرض والاقتنمانية والافتراضية ومقدرتها تزيد هذا القرض ولكي يتمكن المقرد من تفحص ذلك يتم ايه تتمكن منقفه لابد لطالب القرض ايه او لو مشروع صغير من تقديم طلب وموضحا فيه العديد من البيانات والمعلومات تعكس وضعه المالي وحلاحة حقيقة تمام يا شباب التمويل اللي هنتكلم عنه ده ممكن يبقى تمويل من جيبي انا الشخصي كصاحب مشروع وطبعا انا جيبي راجل واخد دبلوم صراعة راجل غلبان راجل ما معينش امكانيات راجل امكانيات المحدودة مش هيكفي ان انا ايه اعمل اا اقيم مشروع على هذا التمويل اللي هو من جيبي يعني ما زعلش نكلم ذي غلبان دي يقول لنا المهم يعني ان انا لازم الجأ للاختراض لازم الجأ للاختراض لازم اقترض من من احد احدى جهات الاقراض عشان اجتم ايه مشروع او اكمل مشروع تمام فقال لك لازم الشركة او الجهة المقرضة لازم تفحص الشخص دي تفحص الشخص او المشروع المقترض دي عشان تتشوف ان هو صح ولا غلط ولا حقيقي ولا كلام ايه مش حقيقي انتها برضو ايه نتأكد فيما بعد المعلومات الذي يجب توفرها عند تقديم التقدم لطلب القرد انا دلوقتي راح اجيب قرد من شركة من مقرضة او مؤسسة مقرضة يبقى لازم يكون حاجات موجودة عنه ايه هي المعلومات دي اسم طالب القرد او طاحب المشروع وعنوانه وعمره ومستوى دراسته ومهنته لازم هذا الشخص يكون عنوانه موجود عمره مستوى مهنته ودراسته واسمه طبعا اول حاجة نوع المشروع المطلوب القرد لاجله ومساحة الاراضي التي ينفذ عليها نوع المشروع المطلوب القرد لاجله ومساحة الاراضي المنفذ الذي ينفذ ايه عليها طاقة المشروع الانتاجية سواء كانسر وحوانية او صناعات غزائية او كلام ده كله طاقة والانتاجية قد ايه طاقة المشروع الانتاجية قد ايه اللي هو عشان برض القرد يتحدد بنا على ذلك تفاصيل استعمالات القرد والتكلفة التقديرية لكل بنده وتاريخ الحاجة اليه اه القرد ده حيستعمل ازاي حيستعمله في ايه صاحب المشروع وحيستخدمه على ايه الخطوات استعماله وحيستخدمه تخدمه كل مرة واحدة في اول مشروع ولا حيستخدمه على مراح على ايه مراح دي حاجات لابد تكون موجودة فين في البيانات اللي هو الراجل صاحب المشروع رايح يقدم ايه طلب ايه الاختراع دي الحاجة المهمة كمان حيسدد القرد ازاي حيسدد القرد ازاي خط التسديد الايه القرد دي الحاجات اللي انا باخدها معايا كراجل صاحب مشروع وراي اعمل قرد من احدى الجهات المقردة سواء كان بانك او ايه او غير او بانك او ايه غير تمام طيب ايه الدراسات اللي بتتم من جهة من جهة المقردة تجاه صاحب القرد ايه دراسات اللي بتتم اول حاجة قالك الميزانية العمومية والحساب الختامي الذي يوضح الوضع المالي لمشروع في ناتي السنة يعني انا كجهة مقردة بشوف الميزانية بتاعته والحساب الختامي بتاعه وشغله هو راجل شغال ولا مش شغال حيسدد قردي ولا مش حيسدده ما انا لو لقيته مشروع تعبان مش هسدده بديله قرد مشروع تمام مش هديله ايه قرد تمام حساب داخل المشروع برضو نفس الكلام حساب داخل المشروع والارباح والخسائر خلال مدة سنة اه المشروع بتاعه دهوت دخل ايه وارباحه ايه وخسائره ايه ونظامه ايه وشغله ايه ده بالنسبالي لو طالع الكلام سليم يبقى فيه ثقة انه نددله الايه القرد طالع انه هو شغله تعبان يبقى هيخذ القرد يعمل بايه ده هيمرمطني ومش هستددلي فلوسي الموازنة التقديرية للمشروع خلال سنة او اكثر حسب نوع القرد يبقى ايه برضو الحاجات المطلوبة تمام نوع الضمانات وتعهدات اللي حيقدمها صاحب المشروع لجاه المقرضة هو انا عاخد قرد كده اقول له انه لا بديني عشر خمسار الف جنيه وان شاء الله حستددهم لك على سنة مش راجل لازم ياخد لازم ياخد ضماناته لازم هشوف الضمانات اللي انا عقدمها ايه صاحب مشروع في ضمانات هقدمها له تعهدات هقدمها له عشان يبقى هو ضامن فلوسه لو انا اخليت بالفلوس هو عنده حاجات هو اخيتها علي ممكن يجيب فلوسه من ايه منه ممكن يجيب فلوسه منه تمام يا شباب دي الحاجات او الدراسات اللي بيعملها تعملها جاه المقرضة لصاحب القرد عشان هتددله ايه قرد كمان بقول لك مصادر الدخل من خارج المشروع هل هو الراجل ده عنده دخل تاني خارج المشروع ولا ما عندهوش دخل ايه تاني دي الحاجات اللي ايه بديعملها صاحب الايه القرد طيب فيه اسس بيتحدد من خلالها حجم القرد هل القرد يبقى كبير ولا القرد يبقى صغية القرد يبقى كبير ولا القرد يبقى ايه صغية اول حاجة الحاجة الفعلية القرد هل صاحب المشروع ده هو فعلا محتاج لهذا القرض عشان يقابل بها ايه اه مشاكله وهل الحاجات اللي هو اذكرها في القرض دي فعلا حقيقية ولا كلام اه اي كلام لا يعني عايز يعرف الجهة المقرضة الجهة المقرضة بتعرف الحاجة الفعلية للقرض هالراجل ده فعلا محتاج بتروح تبص بقى وتعمل معينة وتعمل حاجة من دي فعلا يقول لك يقصد بها حاجة اللي صاحب المشروع للقرض لمجتم تطلباته اذ كثيرا ما يظهر في ان جلال كشف عن المشروع انه ليس بحاجة الى ما يطلبه من تمويل لبعض وكل الاتغارات المذكور يعني لما يروح يعملوا معينة ممكن يلاقوا ان القرض اللي هو كتبه او اللي طالبه اكبر من المطلوب اكبر من المطلوب لانها لا تتمشى مع حاجة المشروع الفعلية لخطوط وانشط المستقبلية يبقى بيروحوا يعملوا ايه معينة يشوفوا الحجم اللي هو طالبه عشرة خمستاشر عشرين خمسين هال المشروع بتاعه الحاجات اللي هو يحبوا في المشروع طلب هذا المبلغ ولا مطلبوش هو طالب اكتر من لازم ده الحاجة الاولانية سجل المقترض لدى المؤسس دي حاجة تانية خالص الرجل ده اشتغل معنا قبل كده اشتغل معنا قبل كده نظامه ايه معانة الرجل ده نظامه ايه معانة بيدفع مرة ويقعد عشرة ولا بشغاله على طول مظبوط ولا ما بيدفعش ولا ببهدلنا معاه ولا عامل فينا ايه ولا ايه ولا ايه سجله عندنا ايه راجل سيئله عشرة على عشرة لا يستحق القارض ما فيش مشاكل راجل ممالت راجل ببهدلنا راجل بيغلبنا راجل بيعمل فينا يبقى بلاشه اساس يبقى اذا الحاجة التانية سجل المقترض للمؤسسات الملف المقترض في المؤسسات التي تجد لجائلها نظام جايد ملفات والتسجيل يحتوي على معلومات بقروض السابقة ان وجدت بقروض السابقة ان وجدت دي الحاجة الايه التانية الحاجة التالتة الاغراض التي يطلب القرض من اجلها وتكاليفة الاغراض الذي يطلب القرض من اجلها وتكاليفة لتحديد تكاليفة اقامة المشروع الذي ينوي تنفيذه لابد من تحديد البنود المختلفة تكون منها المشروع ودراس التكاليف اللازم ايوة راجل الراجل معدم معدم يعني ملف مشروعه كذا وحيتكلف كذا وكذا 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 وكذا. هم بروحوا يعينوا وشوفهم. هل فعلا الاغراض اللي هم قدمها وتكاليفها ده مظبوطة او اللي مش مظبوطة عشان يحددوا حجم الايه? القرد للراجل ايه? هياخد. القرد للراجل هياخد. مقدرة المشروع على الاقتراض. بقول لك خلق سبقة الاشارة ان المعايير المختلف تحدد وضع المشروع المالي وبالتالي مقدرته على الاقتراض. ومن هم تلك المعايير هي الميزانية العمومية وحساب الداخل والنسبة المالية. اه الراجل ده مشروعه. عنده مقدرة على الاقتراض. يعني الراجل مشروعه فعلا يستاهل ان يختارد عشان يحيار سدد لي. ولا مشروع مش كويس. مشروع زي ما قلنا في اول الكلام. مشروع شغال. مشروع مسانية العمومية صح سليمة كويسة. في فيها انجازات حلوة. الحساب الختامي بتاعه تمام. اللي حساب الارباح والخسائر مزبوط. في حاجات يعني داخله المرتفع ربحه عالي. يبقى ده ايه الراجل ايه شغال وراجل بيكسب. يبقى اللي بيكسب ده ان شاء الله هيسدد القرض ايه بتاعنا. تمام. مقدرة المشروع على تحمل المخاطر. مقدرة المشروع على تحمل المخاطر. يعني الوضع المالي المقترض. الوضع المالي والامتلكات اللي عنده. الحاجات اللي موجودة في المشروع. تتحمل المخاطر متحملش المخاطر. انا افصال اي مشكلة. يوقع بمرة واحدة ولا ممكن يوقف تاني. لو اقع مرة واحدة يبقى انا اعوض على ربنا يبقى فلوسي بقى هنقعد معاه في مشاكل ومحاكل مبتاع. انما لو حصلت له اي مشكلة وربنا كرم وقام على رجله تاني دي كويسة برضا. تمام? مقدرة المقترض على التسديد. مقدرة هل المقترض ده هيسدد ولا مش هيسد? انا طبعا انا جهة مقرضة مش كل واحد هتدي له قرض هخش معاه في مويل واشتغالات واروح البنك واروح المحكامة واعمل كذا واعمل كزا انا ايه? هالراجل ده عنده مقدرة انه يسدد ولا ما عندهش مقدرة. عنده فلوس عنده حاجات عنده امكانيات دخله كويس. اه اه مشروع بينتك حلو. يبقى ازا مقدرت المقترض على التسديد تعني اساس مقدرة المشروع المراد اقامته على التسديد. لان المشروع الغير قادر على التسديد ديونه يعتبر مشروع غير ناجح. وبالتالي لا جدوة من قامته وعدب عدم ايه? تنويله. يعني مش هيسدد فلوسه. يبقى مش هيجيب بامكانيات يبقى مليش لازمها شروع من ايه? من اساس. قوة الضمانات المقدمة. قوة الضمانات المقدمة. الراجل لم اقدم ضمانات كافية للايه? للقرض. كافية للقرض للمبلغ اللي هو عايزه. يعني دلوقتي انه لازم اقدم ضمانات تغطي المبلغ اللي انا عاخده قرض من من الهيئة دي او الجهة المقرضة دي. هل الضمانات اللي ما انا مقدمها سواء كان اطيان اراضي كذا 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 ديت ادل ادل الفلوس ولا ايه? ولا مش ادها? لازم تكون ايه? تقابل الفلو. الحاجة الاخيرة بقى امكانية التمويل المتاحة لدى المؤسسة. يعني هل المؤسسة فعلا? فيها فلوس تدها لك? ولا فلوسها مش مش كتير? ما هي برضو على اساس الفلوس اللي عندها هتديك ايه? هتحدد حجم الايه? القرض. دوله التمن حاجات اللي بحدده حجم القرض. اللي بحدده حجم القرض. القرض هيبه كبير ولا صغية? كبير ولا صغية? الراجل اللي هياخد القرض ده مني راجل موثوق منه. سجله ممتاز. ضماناته قوية. اه مشروعه كويس. كل حاجة عنده كويسة. انا نفسي كشاركة مؤسسة اه مقرضة. عندي فلوس للدهالة ولا ما عندش فلوس من ده. يبقى ده تمن حاجات اللي هو بيحددهم حجم القرض من شواء كان كبير او ايه او صغير. كبير او صغير. تمام يا شباب? تمام. انا عايزيني تشغل في القروض كده وناخدها بالراحة. تمام. طيب. ايه بقى? شغل الاقراض. بقول لك مؤسسة الاقراض وانواح. ايه شغل التمويل بقى كشغل? قال لك التمويل ده عبارة عن حاكتين. التمويل ده عبارة عن حاكتين. يا اما رأس مال مملوك. انا عندي رأس مال مملوك بتاعي. مملوك يعني بتاعي انا مش مملوك. ملك ليا يعني. هشتغل بيه. طيب. ما عنديش. يبقى حضرني ان انا ايه? الجأ للاقتراض. الجأ للايه? الاختراض. يبقى اول حاجة من مؤسسة المقرضة او 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 رأس المال او تمويل رأس المال المملوك. هو المال الذي يقدمه صاحب المشروع من مدخراته الشخصية او يقدمه الشريك لو كان عنده شريك يعني الذي قد ياخد شكل لحسة تقضية من المهم الحسة عينية. المهم ازا هم اتفقوا مع بعض. المهم هو شريك. يبقى ازا مشروع ممكن اعمله لوحدي ومعايا فلوسي ده رأس مال مملوك. معايا شريكي هيقدم معايا مبلغ مهاردة هو كمان يبقى يشتغل معايا هنتفقوا فيما بعد ايه او اتفقنا مع بعض كل واحدة هياخد قد ايه? ده بالنسبة لرأس المال الايه المملوك. مفيش رأس مال مملوك. مفيش رأس مال مملوك. يبقى هنتجل للطريقة التانية للطريقة الايه? الاقتراض. اللجوء الى الاقتراض او التمويل بالمدونية. يبقى انا ما عنديش رأس مال مملوك. ما عنديش فلوس في جيبي. ما عنديش امكانيات. ما معايش شريكي يدخش معايا بفلوس تانية. ما معايش كلام ده كله. يبقى انا الطريق اللي قدامي هو طريق الايه? الاختراض. سواء كان من بنوك او ايه? او غير. سواء يبقى ايه? التمويل او اللجوء الاقتراض او التمويل بالايه? بالمدونية. تمويل بالايه? موضوع كبير او تمويل بالمدونية ده. تعال نشوف بقى. يتم بين طرفين. الطرف الاول هو المقرض. الذي يقدم القرض. والطرف التاني هو صاحب المشروع الذي يحتاج للمال. وتعهد بسداده. في خلال فترة محددة في العقل. مضافا اليها فائدة يتفق عليها في العقل. وقد يكون المقرض فردا طبيعيا او بنك او شركة تأمين او هيبة او هيئة تمويل. تمام. المهم زي ما يكون. زي ما يكون. يكون بنك يكون فرد يكون شركة تمويل يكون يكون كلام ده كله. المهم ان ايه اللي هيحصل بالزبط? اللي هيحصل. هيديه المقرض. هيدي المقترض. ركز معايا. المقرض. هيدي المقترض مبلغ من المال. تقريبا مثلا. انا نقول عشر تلاف جنيه. مثلا. يبا المقرض هيدي المقترض مبلغ من المال. هياخده كم يا استاذ? هياخده العشر تلاف جنيه زائد الفايدة بتاعت المبلغ. زائد الفايدة بتاعت المبلغ. يبا. خليك فاهم الحدها دي المقرض هيدي المقترض مبلغ من المال وحيفيه اتفاق بينهم ومن بعض على انه هو حيرجع المال المبلغ ده بالاضافة للفايدة ايه عليه سواء كان بنك فرد هيئة مقرضة اي اي كان ايه هذا ايه الاشي يبا حيرجع الرجل صاحب المشروع او المقترض حيرجع المبلغ بالاضافة للفايدة بايه بتاعه ده بالنسبة للجوء للاقترار طيب قال لك عندي تقسيم للقروض حسب عنصر الوقت لتلات انواع قروض طويلة الاجل متوسط الاجل قصيرة الاجل فيه قرد طويل الاجل قرد متوسط الاجل قرد قصير الاجل طويل متوسط قصير الاجل تمام يا شباب طب ايه الفرق بين القرد طويل الاجل ومتوسط الاجل وقصير الاجل قال لك القرد طويل الاجل هو الذي يكون مدته اكسر من عام مدته اكسر من عام طب بتسدد ازاي بتسدد الفوائد بصفة دورية بس القرد نفسه بتسدد ثانية المد خلي بقى لك مركز معايا حتى ده بالزاد قرد طويل الاجل مدته اكسر من عام تسدد فوائده بصفة دورية اما المبلغ الاساسي اللي انا اخده كقرد بسدد في نهاية المد في نهاية الايه المد طب ايه القرد المتوسط برضو قرد مدته اكسر من عام ولكن يجدد اصل القرد والفايدة عليه بصفة دورية فرق الاثنين الاثنين يسددوا بصفة ايه دورية يبا قرد طويل الاجل قرد يزيد عمرها عن عام وتسدد فوائدتها بصفة دورية بينما يسدد اصل القرد مرة واحدة في نهاية فترة الايه الاستحقاء اما قرد من تصطي العجل يزيد اجلها برضو عن العام ولكن اصل القرد وفايده يسددها وفايده في سورة اقصاط دورية في سورة اقصاط دورية. تمام يا شباب? تمام. اما القرض اللي هو القصير الاجل ده ده مدى الزمن بتاعه اقل من الايه? من العام. يعني مدى الزمن بتاعه اقل من العام. انا باتكلم على القصير والمتوسط. الطويل والمتوسط قصدي. الطويل والقرض الطويل والقرض المتوسط. الاتنين كلامهم زي بعض. بس. الاتنين اكتر من عام. الاتنين اكتر من عام. بس القرض الطويل بتشدد فوائده بصفة دورية اما اصل القرض فيشدد في نهاية الاستحقاء. اما الخرض المتوسط الاصل والفوائد الاتنين بيشدده بصفة دورية. والخرض القصير ده مدته اكدر من اقل من ايه? منعه. اقل منعه. ده بالنسبة لتأسيم القروض حسب الوقت. طويلة متوسطة قصيرة الايه? في تأسيمة تانية بقى للقروض حسب ايه? نوع الممول. حسب نوع الرجل المقترد. الممول اللي حيمول لي. طيب. قرض سلفي او قرض معاون اول حال. قرض سلفي. سلف. ده يعني واحد بياخد مبلغ سلف من واحد صاحبه من واحد حبيبه من اخوه من كلام من ده كله وهي رجع له بعد ما ايه? ما يخلص. ده ممكن ما يكونش فيه فايد. ممكن ما يكونش فيه فايد. يبقى قرض السلفي قرض المعاون تأخذ قرضة من احد اصدقائك كنوع من السلفة المعاونة للمشروع وسدد بعد اي ديون خارجية ان وجدت. يعني ايه? يعني هيصبر عليك لغاية ما تخدد كل الدون اللي عليه. ده القرض الايه? السلف. طيب قروض حكومية. قروض حكومية. تقوم اه قد تقوم الحكومة بتوفير قروض للافراد مثل صندوق الاجتماع للتنمية او البنوك الحكومية والوزارات زي زي زيزارة الزراعة يعني بتدي قروض للايه? لاصحاب المشاريع. ده انواع من انواع الايه? القروض. يبقى ده نوع بنك نوع تاني بيدي اقراض. او نوع ثالث اللي هما الايه? البنوك العادية. البنوك العادية. البنك اللي بياخد فاydة وكلام من دي. يبقى انا عندي تلات انواع بالنسبة لنوع الممول او نسبة لنوع المقرض. قرض سلفي. قرض بنوك حكومية. قرض بنوك عادية. قرض بنوك عادية. اللي السلفي انه بناخده من اه من واحد صاحبي من واحد حبيبي من زميلي. ممكن بيبقى من غير ايه فايدة كمان. ومسدده بيه براحت. الحكومية ان الدولة بدي قوم في صورة السندوق الاجتماعي آآ البنوك الحكومية وزارة الزراعة بتدي قروض للا ايه لأصحاب المشاريع بتيبقى فهويتها ايه ميسرة بتيبقى فهويتها ميسرة الطريقة التالتة بقى والنهائية ان انا بناخد بقى قرض من اي بنك عادي عادي وبتعامل معايا بطريقته الايه العادي بطريقته العادي تمام تالت نوع بقى من التمويل احنا اخدنا التمويل المملوك رأسي من مملوك وانتجاه القروض وعرفنا القروض تالت نوع بقى من التمويل اسمه الاعتمان التجاري الاعتمان التجاري يعني ايه اعتمان تجاري يا استاذ بقول لك قد يتاجي صاحب المشروع لأحد الافراد وجهات لتوزير البضاعة والدفع بالآجل وهنا المورد وكان هو منح المشتري قرضان لشراء البضاعة ثم يقوم بسداد المتسامن بعد فترة متفق علي وسمى اعتمان التصدير في حالة التصدير يعني انا ايه واحد بيقول له واحد اشتري للبضاعة دهية اشتري للبضاعة ده وحسددك براحة طبعا اخيتي هياخد فايدة عليها يعني ايه اديك مسال عادي ايه تاني يعني ايه واحد بيشتري واحد تلاجة والمقرد ده هيسدد الفلوس التلاجة اللي هما ستة سبعة تلاف جنيه كاش وهياخدهم من الرجل التاني بالقصد تمانية تسعة عشر فهمتوا يعني ايه تاعتمان التجاري الاعتمان التجاري دي بيدخل واحد في النص يمول له المشروع ويدلو فايدة طبعا هتبقى الفايدة دي ايه مضاعف هتبقى الفايدة دي كبيرة جدا تمام التمول التأجيري يعني ايه تمول تأجيري يعني انا بدلا ما اشتري حاجة ممكن اقجرها بدلا ما اشتري حاجة ممكن ايه اقجرها قد يلجع الى تمول مشروع عن طريقة تأجير المعدات والآلات بدلا من شراء وتحمل اعباء ضخمة انا ممكن لو اشتريت حاجة هتحمل اعباء كبيرة ان انا ممكن اجرها بمبلغ اقل من ايه? من شرائها. وخد توفر لديك اموال التأجير فيلجأ الى بنك. كمان يعني واحد ممكن ما معاش فلوس يؤجر بيه. يروح لبنك يأجر له المعدات ويدفع له هو الفلوس بايه? بالطريقة اللي عايزها البنك. تمام يا شباب? يبدأ تمويل التأجير. تمويل التأجيري ان انا ممكن ايه? آآ ألجأ للتأجير بدل من شراء المعدات لعدم وجود فلوس. كمان انا لو ما عايزش فلوس. اأجر بيها. ألجأ لشركة او لبنك. يأجر للمعدات اللي انا عايزها. واتعامل معها بالطريقة اللي هو ايه? عايزها البنك او هذي ايه? الشركة. تمام يا شباب? فيه السندات. سندات يعني يا استاذ. ده نعمل نوع التمويل. بتعملها الحكومة. يقوم صاحب المشروع. بترحي سندات كأسلوب الاقتراض. نظر دفع زعائي سابت لزي صاحب السند. يعني بقول لك ايه الحكومة نازلة ايه سندات فيه السندات كزا 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 كزا. بتشريها الشركات ديت. وادوا تمامها الحكومة. الحكومة بت ايه? بتسد عجزي في الوقت الحالي. بس هو دين عليها. نفس النظام. ممكن برضو انا تمويل عن طريق السندات ان انا ايه? اطرح سندات والناس تشريها وتديني تمامها بايه? حيب بفرض فيها ايه? عائد ايه زيادة. التمويل بالمربحة. يعني ايه بالمربحة? قد يطلب صاحب المشروع من البنك او واحد المقرضين شراء سلعة معينة من مع تحديد زمنها. وتحديد زمن يشتريها به نقدا. او بالاجل. للتعامل مع البنك بضافة الربحة. يعني بالزبط كده ايه? زي واحد يقولك اه 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 هاشتري التلاجة ديت كاش بكام واسط بكام. نفس الكلام ده. تقوله بربحة ده. يعني منخص الكلمتين دولت. يقولك اه كاش بكام واسط بكام. فتتقوله الكاش. هتبقى بعشرة بسبعة تمانية. والاسط هتبقى بعشرة مسلا او بحداشر. يبقى. يلجأ صاحب المشروع الى البنك او احد المقرضين. لشراء سلعة معينة. مع تحديد سمنها. وتحديد السمن الذي يشتريها بها نقدا. او بالاجل. للتعامل مع البنك بعد اضافة الربحة يزفق عليه. يعني ايه? البنك هيخش في الموضوع وحيبقها الدهالة ايه? باجل وهو هيشتريها كاش ويحط الفايدة اللي هو ايه? عايزة. ده التمويل بالايه? بالمربحة. شروط تمويل بالمرحبة ايه هي? ان يكون سمن السلعة وقيمة الربحة معلومين للطرفين. يعني اه. يا انا كطرف اه مقرض ومقترض. لازم عارفين كل التفاصيل عن الموضوع الايه? الاجل والكاش والكلام ده كله. لازم يكون عارفين كل حاجة عن السلعة ايه ساعة ما تنبع ايه? نخدي او تنبع بالايه? بالاجل. يا تملك يا اه تملك البنك لسلعة وحيزتها قبل بيعها لصاحب المشروع. يعني ده شرط برضو ان السلعة دي بتاعت البنك. السلعة دية البنك دلوقتي انا ماليش علاقة بصاحب الشركة الاساسي. السلعة الاساسي قصدي. انا ماليش يعني مثلا احنا شارين حاجة شارين في البنك ساعة بطالة عربية. بيدي عربيات مثلا. انا ماليش دعوة بالمكان اللي جاي منه العربية. انا اللي ادعوة مين? بالبنك. البنك اللي تعامل مع مصدر العربية. انما نتعاملو كله مع ايه? مع البنك. تعاملو لي مع البنك. يبقى ازا البنك ملك هزيه العربية. وبنوع زيك هيبيع اهالي انا بعد كده. البنك ايه? اصبعت في ملكيته. هو بقت بتاعته. واشتراها من المكان اللي هو فيه. وهو بعهالي بعد كده بالطريقة اللي ايه? هنتفق عليه. يبقى شرطه تملك البنك للسلعة. رد السلعة ازا تبين بقى عيب. ايه لو حصل في السلعة عيب. لازم ترجع تاني. دي حاجات ايه? شروط ايه? يبقى فيه تمويل بالمربحة. تمام يا شباب? دي الحاجات اللي هي بتخلي التمويل بالمربحة يعني سليم. تمويل بالمربحة سليم. انا انت كبنك بتشتريني المعدة دهيت? الالة دهيت? عشان اشتغل بيها. بس لازم اعرف. انت اشتريتها بقى بتاعتك. بس لازم اعرف شعرها كاش? بكم? وشعرها بالاستر بكم? يبقى كل حاجة معروفة. البنك لازم تكون بتاعتك انت ملكك. عشان ما جيش واحد تاني يقولي ده العدة دي بتاعتي. الحاجة دي بتاعتي. المعدة دي بتاعتي لأ. تمام حاجة تالتة ان لو بصابع اذا ظهر في عفل في المعدة او الالة او السلعة. يبقى لازم ترجع تاني لايه? لما كان ايه جات منه. في نوع تاني من التمويل اسمه الاسهم. اسهم. شركة بتطرح اسهم للاكتتاب. يعني واحد بقولك انا عندي اسهم للشركة بتاعتي عايز تدخل بسهم باتنين بعشرة بتاعه. طبعا هزود في ايه في تمويل بتاعه. وهزود شركاء في ايه? في الشركة بتاعته. تمام? التمويل بالمشاركة. التمويل بالمشاركة. هيبقى فيه شراكة. فيه تمويل بالمشاركة يعني شراكة. قد تزيد رأس المال من خلال طلب مشاركة اخرين. مثل افراد العائلة او اصدقاء او البنوك وهم نوعين. يعني واحد هي شاركني. واحد هي شاركني. فيه مشاركة كاملة. اي ان البنك او المشارك الجديد يشارك في التمويل مثل باقي الشركاء ويصبح شريكا في ملكية وادارة المشروع. شركة كاملة بقى شريك كامل معاي. البنك بقى شريك كامل معاي في المشروع بتاعي. نظير نوع هي ايه? هيمول معاي الايه? المشروع. المشاركة المنتهية بالتملك. المشاركة المنتهية بالتملو. من اشهر صورها ان يحدد كل من البنك وصاحب المشروع نصيب ومن الشركة. في صورة اسهم. تمثل مجموعة القيمة المشروع. ويحصل كل من البنك وصاحب مشروع نصيبه من اليرادات وفقا لهذه الحصة. يعني ان انا بقول لك ايه? عن طريق اسهم. انت اسهم سريكة مساهمة يعني. بنك وانت هيخش مع بعض مجموعة اسهم. انت داخل بخمسين في المية انا بخمسين في المية. انت باربعين في المية ستين في المية. يبقى بناء على ذلك ان احنا في نهاية الايه? الارباح هنوزعها بناء على هزير ايه? الاسف. بناء على هزير ايه? الاسف. اخر حاجة بقى اللجوء للجهات المانيحة. لاخر تقرير او اخر او او انوع من انوع التموين. اللجوء للجهات المانيحة. في جهات اجنبية محلية وطنية. بيتم ايه? زي الجامعات الاهلية. بتدي خروض لايه? لاصحاب الايه? المشروعات عشان يعملوا ايه? مشروعات. عشان يعملوا مشروعات طيب ايه امثلتها هذه الشركات والجهات قال لك اول حاجة الصندوق الاجتماعي للتنمية الصندوق الاجتماعي للتنمية يمول صندوق الاجتماعي للتنمية كافة المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية بما فيها مشروعة الانشطة الزراعية انشطة الصناعية والزراعية والسياحية والصغيرة بشرط توفر الجدوة الفنية يعني بقول لك انتكلمنا عليه قبل كده تقريبا ان هو صندوق اجتماعي للتنمية بيديك قرض بناء على هذا الايه? الكلام. تمام? جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. برضو ده يعتبر تابع لسندوق الاجتماع للتنمية. يعتبر تابع لسندوق الاجتماع للتنمية. الجهاز احد مجموعات العامة في سندوق الاجتماع للتنمية. ويهدف الى جهاز الى مساهمة في تلبيت مطلبات التنمية الايه? المشروعات الصغيرة. كلام من ده كله يعني بقرض وكزا يعني عايز ايه? طب انا بعرفك بس الحاجات دي. يبقى انا بقول لك على الجهات اللي ممكن تديك قروض. الجهات اللي ممكن تديك قروض. انت كصاحب مشروع عايز تعمل مشروع. الجهات اللي ممكن تاخد منها قروض عشان تعمل ايه مشروع. او جهاز تنمية المشروعات الايه الصغيرة. في مجمع خدمات المنشآت الصغيرة. مجمع خدمات المنشآت الصغيرة. يعني برضو ده برضو يعني برضو زي اهداف التنساندق الاجتماعي برضو. بيدي ايه? بيدي اه قروض. بيدي ايه? قروض. في عندي المجلس القومي للمرأة. بيدوا قروض. للمشروعات الصغيرة. في عندي جمعية جين المستقبل. تدوا قروض. المشروعات الصغيرة. في عندي الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة. بيدوا قروض. نفس الكلام. في عندي بنك التنمية الصناعية المصري. برضو بيدوا قروض. حاجات دي كلها تدوا قروض. للمشروعات الصغيرة. للمشروعات الصغيرة. يبدي جهات ممكن انت كصاحب مشروع صغير تاخد منها آآ قروض. بفلوس اكيد. بس اكيد الفايدة بتاعتها هتبقى اقل من ايه? من فوائد الايه? البنو. كمنا مع بعض جمعية بنك التنمية الصناعي في عندي محام مؤسسة محمد فريد خميس. التنمية المجتمع. دي برضو من نظامات المجتمع المدني. اللي بتحقق التنمية برضو بتدي قروط. يبقى ده حاجات كلها. عندي شركة اخر حاجة دي بقى. شركة ضمان مخاطر الايتمان المصري في المشاريعات الصغيرة. دي برضو بتدي ايه? بتساهم في ايه? في تنمية الاقتصاد القومي المصري والمساعدة في توفير فرص عامل وكلام عنده كله. دي الحاجات او التسع حاجات اهمت الشباب بيلجأ لهم عشان ياخد قروض ده غير البنوك. المتكلمس على البنوك خالي. بجيب سارة البنوك. دول جهات بتمنح او بتدي ايه? اه قروض للايه? الاسحاب المشروعات صغيرة عشان ايه? ينموا مشروعاتهم ويزودوا في ايه? في امكانيات. تمام يا شباب? تمام? ده يعني احنا كده اتكلمنا على القروض وانواع القروض. واشكال القروض. والجهات اللي بتدي القروض. كل حاجة خاصة بالقروض. فهم الحاجة واحدة بس. ازاي? ازاي? لما ناخد هزي القروض نسدد هزي القروض? انا هتعمل مع البنك بقى هو? خدت قرض من البنك. عشان اعمل مشروعي. عشان البنك فيه اربع طرق لتزيد القروض. هما طريقتين من طريقتين. طريقتين من طريقتين. فمجموعهم اربعة. بس هما طريقتين للاساس. حسدد قروضي عن طريق فايدة بسيطة. والطريقة التانية حسدد قروضي عن طريق فايدة مركبة. خليك مركز معي. حسدد طروقي. اه قروضي عن طريق فايدة بسيطة. وطريقة التانية حسدد قروضي عن طريق فايدة مركبة. طيب. كده اتنين. انه هنا اربعة. الفايدة البسيطة دي اللي انا حسدد بطرقة فيه 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 طريقتين. طريقة بدون سماح. وطريقة بسماح. سماح يعني ايه يا استاذ? يعني ادين سنة او اتنين سماح. مااخدش فيهم فلوس. مااخدش فيهم فلوس. على ما على ما شغل نفسي. والطريقة التانية برضو. اللي فايدة المركبة. بدون سماح وبسماح. الدين سنة او اتنين سماح. لان انا برضو اي نفس الكلام. يبقى كده بمجموحهم بقى كام? بقى اربع طرق. بقى اربع ايه? طرق. وصلت معي? وصلت? وصل. تعا نبدأ نتكلم فيهم بقى بالراحة كده. ونشوفهم بالتحديد لاربع طرق بتاعدل. الطريقة الاولى او طرق الاربعة تعتبر القروض التي يحصل عليها اصحاب المشاريع من مسائل الهمة لتمويل تلك المشاريع. وتدخل القروض ان تحصل عليها ضمن التدفقات الداخلية للمشاريع. كما ان المبالغ المدفوعة تزيد من اصل القروض والفائد المقرر عليها تدخل ضمن التدفقات الخارجة. يعني بقول لك اللي انت بتاخد قرض ده داخل عندك بس يبقى حتطلعه تاني حيبقى خارجة عندك. جايزة ده كليفة المشروع. تمام يا رجانة? تمام. طيب. انا بقى وانا باخد قرض. وانا هسدد قرض لازم احط في اعتباري حاجات ايه هي? انا دلوقتي خدت قرض. وعا سدده. طبعا انا هيخش في في التحليل المالي للمشروع بتاعي. هيخش داما شغل شغل المالي بتاعي. فالقرض ده لازم اعرف عنه حاجات كتير اول. حط في اعتباري ايه? للقرض. سعر الفايدة على القرض. لازم تكون في دماغي. مع operators بتاعيه ايه? حجم القرض ومقداره ايه? فترة تزديد القرود ايه? فترة السماح لو في سماح. الضمان المطلوب للقرض. دي الحاجات دي كلها لازم تكون في خطاها في اعتباري وانا ايه? بعمل هعمل تزديد القرض. يبقى سيد فايديته ايه? حجمه ايه? فترة التزديد ايه? سماحة ايه? في سماحة ايه? لا في السماح. الضمان المطلوب الخرد. او اجراءات الحصول على القرض كمان. برؤية الحصول على القرض. واي سؤال سهلات اخرى تم. واي سهلات اخرى ايه تم. دي الحاجات اللي بحطها في اعتباري ونرايح ايه اسدد قروض بتاعتي. بتاعتي. طب تعال ندخل على تسديد القروض. تعال ندخل على تسديد القروض. الطريقة الاولى من الكام يا شباب من الاربع. الطريقة الاولى من الاربع. نحن عرفنا من دلوقتي. تسديد قيمة اصل القرض على اقصاد سنوية متساوية مع دفع الفائدة السنوية على المتبقي غير المسدد من قيمة اصل الفقر. فهمتوا حاجة? طيب. انا خدت من البنك قرض. خدت من البنك قرض. شرح الموضوع بسرعة كده. بنك ده اتفق معايا. اتفق معايا. عطاني مبلغ مثلا العشر تلاف جنيه. او اتناشر الف جنيه. قال لي حتسددهم على ست سنوات. تمام? البنك. عطاني قرض. عشر اتناشر الف جنيه. قال لي حتسددهم على ست سنوات. يبقى ايه ازا انا حسدد الاثناشر الف جنيه على ست سنوات. يبقى كل سنة كام? الفين جنيه. هسدد كل سنة ايه? الفين جنيه. الفين في ستة بتنشر الف جنيه ده ايه? ده القرد الاساسي. تمام? ده القرد الاساسي. طيب. مش في فايدة? في فايدة. هسدد كل سنة الفايدة بتاعة القرد. بس في حاجة. اخد بالك منها. القرد كل سنة بيقل. بيقل ازاي استاذ? يعني انا اول سنة نفترض المبلغ اتناشر. انا اخد مثال في الوقت. نفترض المبلغ اتناشر. اول سنة هسدد اتنين. هدفع فايدة على قديه? على اتناشر. صح? طيب جيت في السنة التانية. عليها كام? عليها عشرة. هي باتفع فايدة على الكام? على العشرة مش على الاتناشر. وشددت اتنين مع الفايدة. السنة التالتة هلاقي فيه تمانية. الكلام ده هتشوفه دلوقتي. كلام ده هتشوفه دلوقتي. فاهمين كلامي? يبقى ازا المخزن من كلامي ايه? ان اي نعم وانا بسدد القرد التاعي ان قيمة اصل القرد او القيمة اللي انا هتفعه كل سنة من اصل القرد هتكون سبتي. قيمة اللي انا هتفعه من اصل القرد هتكون سبتي. يعني اتناشر الف جنيه او عشر تلاف جنيه سواء كانوا على ست سنين او خمس سنين هتفع كل سنة ايه? الفين جنيه. ده خلصنا من قيمة اصل القرد. اما الحاجة التانية اللي انا بتتكلم عليها بقى ان انا بقى برضو هتفع فايدة سنوية. كل سنة هتفع فايدة سنوية. فالفايدة السنوية ديت هتقل لقلة اصل القرد. هتقل لقلة اصل الايه? مش هتفع كل سنة زي السنة اللي قبلها. هيبقى اقل لان انا بلغي بايه? بيقل لعندي الايه? البنك. لان انا بسدي. مبلغي لعندي البنك بيقل فانا بسدي. تعال شو تمام تعال ايه نشو طيب يمكن تقدير المبلغ المدفوع وفقا للمعادلة التالية المبلغ المدفوع سنوية نسوي قيمة قصة القرض المتساوي زائد الفايدة على الرصيد المتبقى عليه زي ما قلنا الكلام ده كله وقصة القرض المتساوي بساوي قيمة القرض على عدد السنوات السادة دي المعادلات اللي انا هستخدمها في في حل المسألة بتاعة السؤال ده او النوع ده من ايه تعال الداني مساء الداني مساء بقول اللي اقترض لصاحب مشروع زراعي صغير مبلغا قدره اتناشر الف جنيه تشدت باقصات سنوية متساوية لمدة ست سنوات بنسبة فائدة قدرها عشرة في المية والمغطلوب تقدير الاقصات السنوية هذا المشروع دلوقتي نفس الكلام كنت بقول عليها هو بقول لك بانك ادد صاحب مشروع قرض قيمته اتناشر الف جنيه مدة القرض ده كام يا شباب مدته ست سنوات طب نسبة الفائدة قد ايه قالك نسبة الفائدة عشرة في المية انا عايز اعرف الراجل ده حيسدد القرض ده ازاي حيسدد القرض ده ايه ازاي تمام تعال نشوف قسط القرض المتساوي انا عندي حكتين هدفعهم قسط القرض المتساوي بيساوي قيمة القرض على العدد السنوات طب انا قيمة القرض ادي ايه اتناشر الف جنيه وعدد السنوات ادي ايه ست سنوات يبقى قسط القرض المتساوي حيبقى الفين جنيه اتناشر على ستة في الفين يعني الراجل ده حيدفع كل سنة الفين جنيه دول تمام كده حيدفعهم غير الفايد دول حيدفعهم غير الفايد حيدفع كل سنة الفين جنيه غير الايه الفايد تعال ندخل على الفايدة الفايدة على المبلغ المتبقي بتساوي المبلغ المتبقي في سعر الفايدة تمام كده تعال نشوف الجدول بتاعنا اللي احنا عملناه للموضوع دي انت دلوقتي هتجيلك مسألة في الامتحان اخر السنة بنفس الطريقة بنفس الطريقة هتكتب الكلمتين احنا قلناهم دولا ان قيمة القصة المتتساوي بيساوي كذا على كذا بيساوي ايه اتناشر على ستة بيساوي كذا الفايدة بتساوي المبلغ المتوقي في سعر الفايدة بتساوي كذا والاخر هنتجمعه الاثنين اللي هنتشوفه دلوقتي الجدول بتاعنا ده من خمس عمدان او خمس عامدة خمس عوامين العمود الاول مكتوب فيه السنة التاني فيه مكتوب اصل القرض في اول السنة التالت مكتوب فيه القسط السنوي الرابع مكتوب فيه الفايدة على المبلغ المتبقي الخامس اجمالي القسط السنوي والفايدة حتى هو عمل لك ايه عمل هم بصنفهم لك هو رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم ايه اربعة رقم خمسة فقالك رقم جنا في رقم اربعة بيساوي اتنين في سعر الفايدة اللي هو ده هو في سعر الفايدة ورقم خمسة بيساوي اربعة زائد تلاتة اللي ايه اربعة ده ايه زائد تلاتة ايه ده ايه تمام كده يعني هو ايه مفصصها لك في ايه في الجدول بتاع تمام الراجل كان واخد اتناشر الف جنيه قسط سنوي قسط او اه قرض من الايه من البنك وعاي سدتهم على ستة سنوات هعمل انا الجدول الخمس اعمل ده اولاد لهم ستة سنوات تحت منهم سنة اولى سنة تانية سنة تالتة سنة ربعة سنة خمسة سنة ستسة سنة الستسة في السنة الاولى اصل القرضي كان قد ايه كان اتناشر الف جنيه ما عملاش فيه حاجة خالق الراجل هيدفع منهم قد ايه زي ما اتفقني هيدفع ستة سنوات يبقى السنة بايه بالفين جنيه يبقى هيدفع الفين جنيه ده القسط السنة طيب هيدفع اه فايدة قد ايه هيدفع الفايدة عشرة في المية في المبلغ خاكل عشرة في المية بمبلغ خاكل يبقى عشرة في المية في تناشر الف جنيه بالف وموتين جنيه ايش ان الراجل ده هيدفع في السنة قد ايه يا شباب هيدفع في السنة قد ايه هيدفع الف وموتين جنيه زائد الفين جنيه هيدفع تلات تلاف جنيه مش هو هيدفع ده الاول القسط ده الحدفحه للمدار السنة كل سنة حدفع الفين جنيه. صحة كلام ده الخص السابت. homosexual pc هو عنده خصي 붙 الفين. ده سابق. زود عليه الفايدة الف ومتين ثلاثوا. ايه ومتين. ده بالنسبة للسنة الاولى الرجل ايه المقترد حيدفع للبنك كام? ثلاث تلاف ومتين جنيه. طيب. خلصنا من السنة الاولى. خلصنا من السنة الاولى. ندخل عالسنة تانية. المبلغ اللي كان اتناعشر الدفع منه الفين السنة اللي فاتت. اصبح كام? اصبح عشرة. اصبح عشرة. هندفع من العشرة دول قد ايه? هندفع منهم الفين. وهندفع منهم الفايدة على العشرة. عشرة في المية من العشرة. مش من الاثناشة. عشرة في المية من العشرة. صح كده? هيديني تلات تلاف جنيه. الف زايد الفين. الف زايد الفين بالتلات تلاف جنيه. ده بسيسبة للسنة ايه? التانية. انه كده دفعت اديه يا شباب من خصة السابت دفعت سنتين. والسنتين بيبقى الفين. يبقى كده دفعت اربع تلاف جنيه. يبقى باقي عندي اديه التمن تلاف جنيه في السنة التالتة. يبقى عندي تمن تلاف جنيه في السنة التالتة. هدفع منهم الفين. ان هو القصة السابت. وحتفع الفايدة على التمن تلاف جنيه. لديه تمن تلاف عشرة بثمنمائه جنيه. يبقى التمنمية على الالفين هيديني الفين وتمنمائه جنيه. الفين وتمنمائه جنيه. موضوع سهل جدا. مش عايز يعني ايه مش عايز الصعوبة خالص ده هو لو فكرت فيه هتلاقي سهل جدا. يعني. طيب. بعد مدفعت الالفين سنة اللي بعدها هيبقى ستة آلاف جنيه. وهكزا. هدفع منهم الفين. وعشرة في الم赤ست آلاف جنيه بستميت جنيه يبقى الفين ستميت جنيه. سنة الخمسة هتفضل عنده اربع تلاف جنيه هدفع منهم الفين وعشرة مية من ربع تلاف جنيه بربعمائة جنيه يبقى الفين وربعمائة جنيه. السنة ستسا والاخيرة هدفع اخر الفين جنيه. وبفضل الفين بس. عليا. من اصل القرض. هدفعهم. وحدفع الفايدة عليهم بمتين جنيه. ويبقى مجموعة لثاقت في هذه السنة الفين ومتين جنيه. نحن لو بصيت هنا هلاقي المبلغ ايه? انتهى. انتهى. ست اسنين انا خلصت اصل الايه القرد. ست سنين انا خلصت اصل القرد. ده اللي كنت بدفعه كل سنة. ده اللي كنت بدفعه كل سنة. دي الفايدة اللي بدفعها كل سنة. يبقى انا دفعت في اول سنة تلات تلاف ومتين. دفعت في سنة تانية تلات تلاف. ده دفعت في السنة التالتة الفين وتمنمية. دفعت في السنة الرابعة الفين وستمية. السنة الخامسة الفين وربعمية. السنة الخامسة الفين ومتين. طب انا دفعت. فايدة اديه ست سنين دولار. دفعت فايدة اربعة تلاف ومتين جنيه. دفعت فايدة اربعة تلاف ومتين جنيه. بالاضافة للتناشر الف جنيه. يبانا دفعت ستاشر الف جنيه ومتين. صح? انا المفروض عليها قرض باتناشر الف جنيه. قرض باتناشر الف جنيه. دفعت عليه فايدة في ست سنوات دولار. اربعة تلاف ومتين جنيه. اللي هي مجموع دولار. ولو جمعتها من هنا من ناحية دي هتلاقى نفس الايه? المجموع. هتلاقى نفس المجموع. المجموع من هنا هي نفس المجموع من ايه? من هنا. دي الطريقة الاولى اللي هي طريقة دافع او ايه تسديد قرض بفايدة بسيطة. بفايدة بسيطة بدون سماع. ما يجاب ليس سير تسمع خالي. ما قاليش لسماع ولا كلام من ده كله. يبقى دي الطريقة العادية الاولى خالي. رجل يخترض من بانك مبلغ قرض عمر ست سنوات بفايدة عشرة في المية حيسدده على ست سنوات طبعا ام اتفق ان كل سنة حيتسدد الفين جنيه من اصل المبلغ يبقى اتناشر على ستة في الفين كل سنة الفين طيب ده الحصة اللي كانت على الراجل ده المبلغ الاساسي اللي هو اخده فعلا اللي هو اخده فعلا طب ايه اللي هياخده البنك البنك يقالك هاخد عشرة في المية هاخد عشرة في المية مع المبلغ اللي عندي كل ما تسدد على اللي عندك هاخد فايدة على اللي عندي فالبنك جيه في اول سنة خد فايدة على المبلغ هاكل خد فايدة على المبلغ ليس عطوله خد فايدة عليه مبلغ هاكل اتنشر الف جنيه خد فايدة 1200 جنيه بس الراجل المقترض لما سدد سدد في اول سنة الفايدة اللي هي 1200 جنيه وسدد كمان 2000 جنيه اصبح البنك دييني انا كصاحب مشروع بعشر تلاف جنيه بس حاليا السنة التانية دييني بعشر تلاف جنيه بس هياخد فايدة على ايه? على عشر تلاف مش على اتناشر. هياخد فايدة على عشر تلاف. بالاضافة للالفين. وهكذا. سنة التالتة هيبه تمانية. هياخد فايدة على تلاف. بالاضافة للالفين. سنة التالتة هيبه ستة. هياخد فايدة على الستة. اضافة للالفين. سنة الخمسة هيبه اربعة. هياخد فايدة على الاربعة بالاضافة للالفين. سنة الاخيرة هياخد الالفين اللي بقيين بالاضافة للفايدة عليهم. هياخد يعني الايه الفين ومئتين جنيه. دي الطريقة الاولى من تزديد الايه القروض. دي الطريقة الاولى من تزديد القروض. طريقة تانية هي نفس الطريقة بتاعت تزديد القروض بسيطة فايدة بسيطة بس عمل لي فيها سماع. عمل لي فيها سماع. تزديد قيمة اصل القرض على مبالغ سنوية متساوية مع دفع الفايدة سنويا على الجزء المتبقي من قيمة اصل القرض غير المسدد وذلك بفرض وجود فترة سماح للمشروع لتزديد القرض. بفرض وجود فترة ايه? سماح. فترة سماح يعني ايه يا استاذ? وفي زي الحالة يمنح المشروع استغير فترة سماح بعدد محدود من السنين على ان يبدأ في تزديد اصل القرض ايه? بعد فترة السماح اصل القرض ايه? لسنوات. تمام. نقول لك انا الكلام دي. نحكي لك القصة دي ازاي يا شباب. نفس البنك. ونفس المقترق. عفوا. انا حديك قرض اتناشر الف جنيه على ست سنوات بفايدة عشرة في المية. تمام? تمام. بس انا حديك ميزة. ايه هي? قال له حديك سنتين سماح. حديك سنتين سماح. يعني ايه سماح? سنتين سماح من دفع اصل القرض. يعني ايه? يعني انت خدت مني مبلغ اتناشر الف جنيه. حسددتهم على كم سنة يا شباب? حسددتهم على اربع سنين بس. مش عالست. حسددتهم على الاربع سنين بس. تمام? تمام. بس في حاجة تانية. ده البنك كده ايه? خدمني ان انا هياجد لدفع ايه? الاصل القرض. بس البنك مش هيانسه نفسه. انما الموضوع التاني شغال زي ماهو. عارفين الموضوع التاني? ايه هو? الفايدة. الموضوع التاني اللي هو الفايدة. الموضوع التاني اللي هو الفايدة. الفايدة زي استاذ? حييجي برضو في السنة الاولى ياخد الفايدة على المبلغ ككل. اللي عنده بقى. الراجل عنده مش دافع الاثنشر الف جنيه? غير بعد دي سنتين. يعني هبدأ من السنة التالتة. هبدأ من السنة التالتة. انما البنك هياخد فايدته من السنة الاولى. يعني ايه ازا? السنتين الاولانيين. السنتين الاولانيين. هيدفع فيهم المقترض الفايدة فقط. هيدفع فيهم الفايدة فقط. هيدفع في اصل القرض من السنة التالتة. من السنة التالتة. الموضوع ده اه ايه مش 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 حينفع دلوقتي هخليه يعني ايه نتكلم فيه ككل فيما بعد بس انا عايزك تركز في حاجة واحدة بس ان طرق تسديد القروض ديت مهمة جدا في الامتحان حاجة سهلة جدا حاجة بتجيب درجات حاجة بتجيب درجات انت لو فهمت المسألة بتحل ازاي لو فهمت المسألة بتتحل ازاي هتحلها بسهولة جدا وحتعرف تجيب منها درجات كويس يبقى احنا لما بدأنا تكلمنا في الاول الوحدة ديت على القروض وانواع القروض ومن ناحية المدة ومن ناحية الراجل المقرض وازاي الراجل بياخد قرض وايه الضمانات وايه الحاجات اللي هي الباقي الجهة المقرضة او البنك بيعملها مع صاحب القرض ديت عشان خطر اديله قرض يعني مش بدوش بيقوله شو انا انا هاخد قرض يا بانك انا عايز قرض وما لو يا عم اخد اللي انت عايز ولا لا ده موضوع كبير موضوع ان هو بقوله ان عايز ضمانات وعايز 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 ويدرش الراجل الراجل ده ممالة ولا مش ممالة الراجل ده بيدفع ولا ما بدفعش الراجل ده مش روح وشغل ولا مش شغل الراجل ده كزا الراجل ده كزا الراجل ده كزا حاجات كلها لازم البنك ياخد ضماناته الكافية يعرف ان الراجل ده بيشدد على طول ما بيغلبناش مش هخش معاه في محاكم مش هنعمل كذا 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 عرفنا كل الحاجات دي كلها عرفنا ان ازاي ان القرض بتاعي اه ليه ثلاث انواع او القروض لها ثلاث انواع سواء كانت من ناحية دلوقت طويلة او متوسطة او قصيرة اه الاجل يعني اه عرفنا ان هي قرض سلفي من جهات حكومية من 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 بنوك عادية بنوك عادية عرفنا الجهات الجهات اللي انا ممكن كصاحب مشروع صغير اجيب منها قروض باخلاف البنوك جهات اللي هي قلنا عليها دي كلها جهات المناحة والجمعيات والسندوق الاجتماعي وكلام من ده كله الحاجات دي كلها بدأنا في اه انواع تزيد القروض خدنا منهم طريقة وان شاء الله بالاسبوع القادم بازن الله هنكمل الطرق اللي بقية وهنرجع للطريقة دي تايني برضو بس اتمنى منكم ان انتوا كونوا استفدتم من الكلام ده هو وعايز منك حاجة ان انت بعد ما سمعت الحلقة دي تبتلت بص في الكتاب وتراجع الكلام ده كله عشان الكتاب ده تلجع في دماغك وتركز فيه انا هدفي في النهاية كله انك تفهم المعلومة وتوصل لدماغك عشان تبقى استفدت من المعلومة دي وتمنى لكم التوفيق والنجاح وان شاء الله لقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته